موسيقى مساء الخير بحصة نبيه بري سندت خابية فريد مكاري ومرارة قوم عند فريد فوائد إذ رأس نائب الرئيس جلسة المساءلة للمرة الأولى فأمطر مجلس النواب الحكومة أسئلة شملت على الإنترنت غير الشرعي والكهرباء وسياسة الجارورين نواب يسألون ووزراء يجيبون في جلسة حافة الزمن الضائع لكن إذا كان يحق للبرلمان أن يسأل فمن يحاسب المجلس الذي يزهو بعبارة سيد نفسه من يحاسبه على التقصير والتعطيل ورمي قانون الانتخاب إلى ربع ساعة الأخير وبمعزل عن هذه الأسئلة فإن استجواب الحكومة خطوة فريدة بعد تعطيل سنوات هي تسبق إحالة هذا المجلس على التقاعد وتمثل الجلسة ترجمة طبيعية لرغبة رئيس الجمهورية ميشيل عون في المحاسبة على الفساد ولم يكن مفاجئا أن تطلح في الجلسة إحدى أكبر سوابق الفساد في الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي حيث ضرب النائب علي عمار مرة جديدة على الوتر المر لكنه اتبع أسلوب الترميز ولغة الأحرف الأولى فسأل هل يعقلوا أن 200 مليون دولار ضاعت على خزينة الدولة من جراء الإنترنت غير الشرعي و60 مليون من جراء ارتكابات ستوديو فيجن لماذا ميم غين ميم عين لام وميم تأفاء خارج السجن ولأن مدرسة السيد حسن نصر الله اعتادت تسمية الأحرف الأولى بأسمائها فإن عمار قصد بميم غين ميم ميشيل جابريال المر وعين لام عماد لحود وطبعا لم يقصد بميم تأفاء منظمة التحرير الفلسطينية إنما محطة الام تي في وضع علي عمار حطب الجلسة وصب حسن فضل الله زيته عليها لسيما أنه الخبير على مدى سنة بالبحث عن سارقي الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي ولما وجدهم لم يعثر على قضاء يتقف آثارهم غير البعيدة وفي لحظة تجل وجدت وحدات حزب الله النيابية في خندق واحد مع الرئيس فؤاد السانيورة الذي كان قلبه على ولده عبد المنعم وسار الطرفان نحو إدانة سارقة الإنترنت ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تبني المحاسبة شكرا 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 شكرا